تواكب القبض على رامي كامل مع القبض على البعض من الصحفيين الليبراليين العلمانيين اليساريين ولهم تبع الإخوان ولهم تبع أي جهات بتتجسس على المجتمع المصري أو على الدولة المصرية فجر السبت الماضي أيضا تم القبض على الصحفي شادي زلط من منزله دون أمر ضبط وإحضار من النيابة أو إفساح رجال الأمن عن هوياتهم شادي زلط بيعمل في موقع اسمه مدى مصر أصدر هذا الموقع في بيان له أن شادي 37 سنة أضع حياته في مينة الصحافة وأنه يعمل كمحرر مع موقع مدى مصر منذ ستة سنوات لم يزنب في أي شيء سوى استخدام الكلمات لنقل الأخبار بعدها راحوا وأبضوا على العديد من الصحفيين والعملين في موقع مدى مصر لكن بتقول هنا البيان أيضا أن الشرطة صادرت اللابتوب الخاص بشادي واللابتوب بتاع زوجته قبل رحلهم مستحبين شادي معهم وبعدها بعدة دقائق عادوا مرة أخرى غاضبين وطلبوا تليفونه وقالوا لزوجته بأنه في طريقه إلى مدرية أمن الجيزة لم يتمكن العاملون في هذا الموقع مدى مصر لم يتمكنوا من التأكيد من هذه النقطة طبعا بعد ساعات قليلة تم القبض أيضا على العاملين في موقع مدى مصر اقتحمت القوات الأمن المصرية مقر موقع مدى مصر أحد أواخر المواقع الإخربارية المستقلة المتبقية في مصر موقع مدى مصر أصدر بيان قال فيه أن قوات الأمن اقتحمت المقر في القاهرة وأوضح أن قوات الأمن احتجزت فريق الموقع داخل مقر عملهم فيما تم إغلاق هواتفهم جميعا وفي حوالي الساعة الواحدة والنصف ظهرا اقتحم تسع عناصر من قوات الأمن بملابس مدنية اقتحموا مقر مدى مصر بالقوة صادروا كافة الهواتف وأجهزة الكمبيوتر الموجودة في المكتب لدى سؤالهم عن هويتهم رفضوا إخبارهم عن هويتهم جمع هؤلاء جمعوا بطاقات الهوية الخاصة بالفريق جمعوا الزملاء في غرفة الأخبار كتبوا بيانات كل الموجودين وطلبوا من بعضهم فتح الهواتف وأجهزة الكمبيوتر الزميلة رانا ممدوح طلبت إجراء مكالمة هاتفية للإطمئنان على خروج أبنائها من المدرسة لكن قوات الأمن رفضت ثلاث ساعات استمروا تخلالهم استجواب دوري من قبل أشخاص مختلفين لرئيسة التحرير لينا عطلة والصحفي محمد حمامة تم استجواب اتنين من الزملاء اللي منتبع القسم الإنجليزي واحد اسمه آين لوي والتانية اسمها إما سكولدينج زميلين آخرين من قناة فرانس 24 وصلوا إلى المكتب لعمل تقرير عن اعتقال شادي زلط يعني شادي زلط اتقبض عليه في يوم وبعدها بعدة ساعات راحوا هاجموا على باقي المكتب ولقوا فيه غير العاملين المصريين والإعالميين المصريين لقوا فيه اتنين أجانب جايين ياخدوا بيانات وأقوال ومعلومات من زميلهم عن شادي زلط اللي كان سبق اتقبض عليه اتنين ممثلان من الصفارة الفرنسية حاولوا الدخول إلى المكتب إلى المكتب للإتمئنان على مراسلي القناة الفرنسية حاولوا لمدة ساعة لكن أمن منعهم الساعة أربعة ونص ظهر المزيد من رجال الأمن طلبوا من لينا عطلة ومحمد حمامة ورانا ممدوح الخروج من غرفة الأخبار جمعوا أغراضهم والتي شملت هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر الشخصية أحد الأفراد الأمن كان بملابس مدنية قال لباقي الفريق أن زملائهم تم ترحيلهم على النيابة لم يجب على أي أسئلة توضح أي نيابة أو عن هويته وهوية الجهة التي يتبعها بحسب شهود عيان تم ترحيل بعض أعضاء فريق عمل مدى مصر في مايكرو باسات خاصة كانت متوقفة خارج المبنى أو خارج المكتب ووقف أحدهم في اسم شرطة الدقي تم بعدها وفي خلال دقائق قليلة العفو الدولية منظمة العفو الدولية طالبت السلطات بعدم التعرض للصحفيين ومش بس كده طلبتهم بمغادرة مكتب موقع مدى مصر على الفور صحيفة نيويورك تايمز في خلال دقائق كتبت قالت فيه أن اعتقال السلطات المصرية محررا في موقع مستقل اللي هو شادي زلط في موقع مدى مصر يمثل ذروة قمع حرية التعبير في ظل الرئيس أو في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكية آدم شيف اللي بيحاكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فالآن ندد بما تعرض له موقع مدى مصر الإخباري المستقل من اقتحام لمقره بمحافظة القاهرة واعتقال ثلاثة صحفيين عاملين به لنحو أربعة ساعات قال شيف أيضا على موقع تويتر التابع لي أن السلطات المصرية داهمت مكاتب أحد آخر وسائل الإعلام المستقلة المتبقية في مصر واحتجزت عدة صحفيين وأكد أن هذا الهجوم غير مقبول على الصحافة الحرة وما تبقى من الديمقراطية المصرية بعدها بعدة ساعات السلطات المصرية أطلقت صراح ثلاثة صحفيين في موقع مدى مصر المستقل بعد ساعات من القاء القبض عليهم في مقر الموقع في القاهرة البي بي سي أيضا عرضت هذا الموضوع يقال أن البعض منهم أطلق صراحه بالقرب من الطريق الدائري يعني لم يكلفوا نفسهم أنهما يرجعوهم إلى مكانهم أو إلى المكتب أو المقر الذي أبضوا عليهم فيه لكن نزلوهم على الطريق الدائري اعتقال زلط اعتقال شادي زلط جاء بعدما نشر موقع مدى مصر تقرير منذ عدة أيام قال فيه أن محمود النجل الأكبر للرئيس عبد الفتاح السيسي سيتم نقله إلى موسكو في مهمة عمل طويلة مؤكدا أن نقله من منصبه الرفيع في جهاز المخابرات يأتي بعد تزايد الانتقادات بحقه تزايد الانتقادات لمحمود عبد الفتاح السيسي داخل أجهزة الاستخبارات وعقب فشله في الملفات التي تولاها التقرير بيقول أنه هذه الخطوة لنقله إلى الملحق العسكري في موسكو جاءت عن أو بناء على نصائح إماراتية وجهت للسيسي بإبعاد نجله منعا لتفاقم الأوضاع في المؤسسات الأمنية الصلبة في مصر بعد توارد أنباء عن قلق قيادتها من النفوذ المتعاظم لنجل السيسي وقيامه باستخلال نفوذه وصلته بوالده وإبعاده قيادات كبيرة من جهاز المخابرات العامة متهما تلك القيادات بأنها للرئيس على ولاء للرئيس الأسبق للمخابرات اللي هو عمر سليمان بعدها يعني اللي وصلنا واللي اتأكدنا منه أنه نفس المصادر اللي صربت التقرير بتاع إبعاد محمود السيسي المصادر داخل مؤسسة الدولة المخابرات اللي صربت هذا الخبر إلى شادي ظلط هي نفسها اللي تدخلت للإفراج عنه مع الضغط الإعلامي خارج مصر زي ما قلت لحضراتكم رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف اللي بيحاكم دونالد ترامب وأيضا موقع البي بي سي وقبلها منظمة العفو الدولية اللي طلبت قوات الأمن بش بس بالإفراج عنهم لكن بمغادرة مقر هذا الموقع وصحيفة نيويورك أيضا كتب التقرير سريع عن هذا الموضوع التقرير اللي تم رفعها أنه قالوا أنه هذه العملية القبضة على شادي ظلط وعلى العاملين الصحفيين العلمانيين الليبراليين اليساريين داخل موقع مدى مصر زي ما حضراتكم شايفين أنهم لا يتبعوا الإخوان وإن كانوا يتبعوا الإخوان كان تم الأبد عليهم من زمان وما كانتش السلطات والمؤسسات المصرية سمحت لهم بالعمل من أساسه داخل مصر لكن التقرير التي رفعت قالت أنه بعد محاولة الأبد عليهم وحضراتكم أكيد ملاحظين أنه فيه تعتيم إعلامي كبير على هذا الموضوع بعض التقرير قالت أن الأبد عليهم سيؤكد الخبر بتاع التقرير اللي كان سبق نزله شادي زلط عن إبعاد ناجل الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون الملحق العسكري لجمهورية مصر العربية في موسكو طبعا ده موضوع كبير وبالرغم من أنه رامي كامل اتقابد عليه فجر السبت شادي زلط اتقابد عليه فجر السبت أيضا ويوم الحد اتقابد على باقي أعضاء فريق عمل موقع مدى مصر لكن التانيين في خلال أربع ساعات تم الإفراج عنهم غادرت قوات الأمنة المصرية موقع أو مقر مدى مصر وكأنه لم يحدث أي شيء ولكن على الجانب الآخر لم يتم الإفراج عن رامي كامل الدعم اللي أخدوه الصحفيين دول خارج مصر كان كفيل بأنه يجبر السلطات المصرية بقى سواء مخابرات عامة أو أمن دولة أو أيا كانت الجهة اللي وراء الأبد عليهم أجبرتهم إن هما يفرجوا عنهم وفي خلال أربعة ساعات بينما ما زالت الدولة تتجاهل تماما كل الضغوط اللي بتحصل خارج مصر للإفراج عن رامي كامل قرنه بين الموقفين وأحب أخذ هذا الموقف وهذه المقرنة علشان أقدمها للسادة يعني المحامين والحقوقيين والنشطاء اللي بيتكلموا ويقولوا إنه لمصلحة رامي إن الكل يسكت ونستنى لما السلطات الأمن في مصر تفرج عنه الواقع ولما نعمل مقارنة لما تقبض على جهتين في نفس اليوم إن الضغط اللي حصل خارج مصر أكبر مؤسسات الدولة عن الإفراج عن الصحفيين بل سمحوا لهم يكملوا كتابة تاني عن الأبض عليهم وعن التقرير اللي بيقولوا فيه إبعاد نجل السيسي إلى روسيا أعتقد أن هذه المقارنة كفيلة بأن تقنع الجميع أن يجب أن يستمر الضغط الإعلامي وضغط الرأي العام القبطي سواء داخل مصر أو خارجه حتى يتم الإفراج عن رامي كميل ليه؟ لأن الدولة في موقف مطابق لما حدث مع رامي كميل الدولة أخذت أو اضطرت لأخذ قرار بالإفراج عن الصحفيين والإفراج عن شادي زلط